بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نقف مع نداء مهم من نداءات القرآن الكيم وكل نداءات القرآن مهمة هذا النداء في سورة الأحزاب في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق الله العظيم النداء على أهل الإيمان يقولون لهم يستجيبوا زمالي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات النكاح الزواج يبقى نكحتم معناها تزوجتم وهي كلمة عربية يستعملها العرب من قديم إذا نكحتم المؤمنات طيب وهل ينكح أو ينكح المؤمن غير المؤمنة إذا قلت لي لأ طيب لازمتها إيه بقى ما يقول لي إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم وخلاص تزوجتم وخلاص إنما كنا نص على المؤمنات معناها إن في غير مؤمنات طيب ينفع المؤمن ينكح أو يتزوج غير مؤمنة تعالوا نشوف الأصل ما جاء في صورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يبقى الآية صريحة في عدم نكاح المشركات يبقى نتجوز بس المؤمنات ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا أي لا تزوج الرجال المشركين إلا أن يؤمنوا طالما المشركين ما ينفع طيب لكن جاءت صورة المائدة ووردت فيها آية تخصص هذه الآية العامة الآية العامة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن دي عامة جميع المشركات جاءت صورة المائدة أو آية صورة المائدة تخصص وتبيح من جميع المشركات نوع نوع طائفة من المشركات إيه دا؟ هو عندنا شرك وشرك قال لا في طائفة من المشركات غير الطواف الأخرى ما لهم دول؟ قال للكتابيات فالمرأة اليهودية مرأة النصرانية المرأة الصابئية مهود الأهل الكتاب التلاتة مش اتنين بس هم تلاتة الصابئة النصارى اليهود فالآية في صورة المائدة بتبيح لي أن أتزوج من المشركة الكتابية أو من الكتابية المشركة لأن وقت نزول القرآن لم تكن هناك كتابية موحدة بس موحد يعني إيه؟ شاء الناس بس بيلبس علىها الأمر موحد يعني بيقول في زماننا هذا أو بعد بعثة رسول الله محمد صلى الله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله أيام عيسى الموحد كان يقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله أيام موسى الموحد كان يقول لا إله إلا الله موسى رسول الله أيام إبراهيم يقول لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله أيام نوح لا إله إلا الله نوح رسول الله ده الموحد فمن كان أيام عيسى لا يقول عيسى رسول الله وغير موحد يعني اليهودي في وقت عيسى ما كانش موحد خلاص شكرا كفر مش موحد تقولي ما بقوله لا إله إلا الله يقول ركن الدين الأولاني مش لأ الله بس ده الشهادتين اسمه كده الشهادتين في زماننا الأولى لأ إله الله التاني محمد رسول الله في زمانهم لأ إله إلا الله نبيهم أيا كان هو من؟ رسول الله فالقرآن نزل والكتابيات كلهن مشركات عشان بس محاج يتلبس على الأمر ده مع هذا أباح للرجال انتبهوا استثناء استثناء تخصيص من العموم العموم الرفض المنع التحريم هيبقى زنة من الزواج ولا تنكح المشركات ده العموم حتى يؤمن يبقى طالما مشركات من فاشن الجوز والله يتجوز بالمشركة يبقى بيزني بالزواج خلاص يجي يخصص لي بقى من العموم ده المشركات الكتابيات أو الكتابيات المشركات فيقوم يقول لي إيه اليوم أحل لكم الطيبات وطعاموا الذين أوتوا الكتابة حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات المسلمات يعني والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم المحصنات معناه هنا العفيفة ونطلقوا كم ده قبل كده يبقى المرأة الكتابية العفيفة مشركة وكل حاجة عشان ما حسول لك ده ما كانتش مشرك لا مشرك مدام بعث سيدنا النبي ولم تؤمن به وقالت بغير الإيمان برسول الله ودعت أنه ليس نبيا ولم تكن لا إله إلا الله إذن هي مشركة فكل من لم يؤمن برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر أو مشرك والاتنين ما قالهم النار نسأل الله العافية فربنا خصص باسم تخصيص من العموم والتخصيص ده جاء للمؤمنين الرجال فقط بإباحة أن يتزوجوا من النساء النساء الكتابيات فقط ولم يأتي تخصيص للرجال الكتابيين في أن يتزوجوا من النساء المسلمات ما جاش ده يبقى الأمر باقع على التحريم يبقى كل مرأة أو كل فتاة تتزوج بغير مسلم وإن كان كتابيا فهي زانية ده مش جواز ده بالعكس ده لو استباحت هذا تكفر لأنها كذبت صريحة القرآن وأنكرت صريحة القرآن فانتبهوا الجريمة جريمت الزنة بشعة لكنها لست أبشع من الكفر والإنكار فلننتبه من هذا يبقى البنات واللبتاع اللي بتروح تتجوز حد غير مسلم نقول لها ده أنت وقفوا ما هو أكبر من الزنة إيه الأكبر من الزنة استحللت ما حرم الله والاستحلاله كفر فلننتبه من هذا ما ضعفه من تال خطورة المسألة مش بس هي أنا حر ويلا أعمل لأنا عايزه موضوع مش كده عايزة تبقى حرة تعمل أنت عاوزاه اعلني بقى أنك أنت مش متبينة ماركيش ضعب الدين إنما تقول أنا مسلمة وبقى عمل لأنا عايزاه مفيش كده الدينه كيود الدينه خضوع لأوامر الله ومن اسمه دين ليه الدين أوامر ونواهي في رقبتنا نلتزم بها منهج نسير عليه ما ينفعش نخرج عنه خرجنا أغزب عننا ببشريتنا وغلطنا ربنا يرجعنا وتب علينا إنما أنا بقرطي أستحل وأقول لها من اللي قال كده ومن ما قالشي وأنا بمرحتي مش كده ده مش دين بقى ده مش دين فالدينه قيد لازم نبقى عارفين ده بس الحمد لله كده رائع قيد رائع إما تلاقي واحدة في مجتمعاتنا الراقية ولا في أوروبا ربطة ابنها كده بحزام كده بسيط عشان يعني ما يضعش منها وتسيبه يمشي بحريته شوية هل هي كده بتعذبه ولا هي بتحافظ عليه يعني ما تبقى ماشي كده في مول ولا بتاع وتلاقي بنت راقية كده ولا سيبت راقية عاملة كده حزام كده بسيط ومسكة في إيدها ولا ربطة في وسطها وابنها ده في إيده والولد ماشي يلعم كده حواليها هل أنت كده هتعتبر ده القيد ده هتعتبر تعذيب للولد لا خاط ده محافظة عليها لشان ما يمشيش يضيع ويتوفو وسط الناس أو يجري في أي مكان يتأذى من لعبة ولا بتاع ده رحمة بالولد وعمر الناس ما هتقول ده غلط وعمرنا ما هنقول ده سنوك غلط بالعكس ده بتحافظ على الطفل فالقيود الإلهية للبشرية هي للحفاظ عليهم من الوقوع في المهالك والوقوع في الردى أي ما يعني يؤدي بحياتهم ويؤذيهم بشكل عام فأرجو نحن ندرك هذه المعاني فالقرآن لم يقول لي إذا نكحتموا المؤمنات ده تأكيد على المعنى وأنا كده كلمش هتجوز غير مؤمنة وكلمة مؤمنة هنا خلي بالكم مش مقصود بيها إنها لازم تكون ارتقط من سلم الإسلام إلى سلم الإيمان يعني بقدر طبعا لو هي كده تبقى أفضل إنما إحنا لنظاهر ويبقى المؤمنات هنا معناها المسلمات يدخل معاه لنحن قلنا قبل كده أن الإسلام والإيمان إذا ذكر معا فكان الإسلام درجة تعلوها ويرتكي الإنسان منها إلى درجة الإيمان لكن لما يجي الإيمان لوحده دل على الإسلام يجي الإسلام لوحده دل على الإيمان فلما يقول لي يا أيها الذين آمنوا يبقى بيخاطب المسلمين ما يجيش وأقول لي إيه أنا يا عم مسلم بس مش مؤمن فالخطاب ده ما يشملنيش لا هيش ملك هيش ملك لأنه لما بيخاطب بلفظة واحدة خطب الكل يبقى يا أيها الذين آمنوا تعني المسلمين عبر بالإيمان لأنه ده الدرجة الأرقى اللي ينبغي إن المؤمن بيستجيب عشانه مؤمن مهما أكره في القلب وصدقه العمل فلذب يكون فيه تصديق فيقوم يقول لي إذا نكحتم المؤمنات حاضر اتجوزنا المؤمنات خلاص وبعدين يا رب وخالباك من كلمة إذا إذا ما قالش إن لو قال إن يبقى ممكن البعض يتجوز البعض ما يتجوش إذا يبقى لازم هنتجوز لازم نتجوز ما طبعا طبيعي لازم هنتجوز ده فطرة الزواج فطرة فطرة وسنة النبوية ولما عاتبوا على النبي عليه الصلاة والسلام أو قالوا يعني إزاي يبقى رسول ويتجوز ربنا قال لهم إن المرسلين لقبلك كان لهم إيه أزواج وذرية إيه يعني واحد ولا بتاع ما اتجوزوش لكن 114 ألف نبي اتجوزوا ولا يعني أعداد غفيرة جدا من الأنبياء والرسل اللي نعرفهم متجوزين وكان لهم ذرية وده الطبيعي وده الفطري كن واحد ما اتجوزش أو اتنين سيدنا يحيي مثلا سيدنا عيسى اللي نعرفهم مش معناها إنه الزواج ده حاجة وحشة ولعيب ده سنة أمال النوع يبقى إزاي مش بس كده هاب يا سيدي إنه هنقول الله هي يعني جات على سيدنا نبي محمد ما البقين يخلفوا النوع يبقى طب نتعلم إزاي إزاي نتعلم إزاي نتعلم إنه يعامل زوجته لما يتجوز يعملها كويس إزاي نتعلم لما يختلفوا زي ما حصلت كده مع ستين عيشة مثلا يقوم يحتكموا الأبي بكر مثلا لو أبوها مثلا إنه إزاي يا رب بناته والعياله بشكل عام إزاي يصبر على فقد ابن من أبنائه وفقد أكتر من ابن كما نعرف القاسم و محمد وغيرهم فالشاهد إنه الطبيعي إن نتجوز وكون كدوة لينا كدوة لنا في ابتلاءاته وكدوة لنا في علاقته بالنساء وعلاقته بالأزواج وعلاقته الدنيا بالأبناء كدوة شيء طبيعي إن يكون كدوة وإلا لو النبوة ما بتجوزش ما بتخلفش ما لو كانوا بتجوزوا بيخلفوا كان حصل منهم وحصل وحصل بس ما تجوزوش أصلا ما عندهم شي الفطرة أو الطبيعة اللي غلطوا بسبب لا يا سيد عندهم وبيستعملوها في الخير بس والحلل بس وبمناسبة دي النبي عليه الصلاة والسلام لما عتب عليه إنه يتزوج القرآن هو اللي دفع عنه القرآن هو اللي دفع عنه مش بس كده دي النبي لما حرم على نفسه ممارسة ربنا أبحاله القرآن نها وقالوا لما تحرم ما أحل الله لك عارفيني الإصلاة طبعا لما لقي أو التقى في علاقة شرعية بالسيدة ماريا ماريا كانت أمة لم تكن زوجها كانت أمة والأمة حقها على سيدها يعني إن أراد أن يعشرها فليفعل حفاظا برضو على بشريتها وكلام لكم فالمهم إنه عاشر ستين ماريا وحملت ماريا وأنجبت ماريا وصارت أم ولد فهي درجة بين كونها زوجة وبين كونها أمة درجة في النص كده الأمة يقدر يبيعها ويشتريها ويهديها إنما أم الولد خلاص لكن تبقى أمة أو تبقى سرية ليس لها حق الزوجة ملهاش في القسمة ملهاش في المبيت ملهاش في القسمة وملهاش في المبيت فماريا لا تعد من الأزواج أو الزوجات إنما تظل في دائرة الأمة أو السرية تصر بها النبي عليه الصلاة والسلام حملت إلى آخره المهم حفظة عرفت إنه اللقاء اللي حصل بينه وبين ماريا ده كان في ليلتها أو في يومها فزعلت فزعلت قال لها خلاص ما تزعليش وما تقوليش لعائش عشان ما تزعلش يا كمان وأنا مش هعمل كده تاني فالقرآن يقول له لماذا تحرموا ما أحل الله لك الله ليه ليه الإنسان مدام ربنا أحل ليه لحرموا إحنا على نفسنا فالطبيعي إنسان يتزوج طب إيه حكم الزواج حكم الزواج بيدور مع الأحكام الخامسة قد يكون واجبا لو الإنسان يقدر أن يتزوج ويقع في الخطأ لما تجوش يبقى لازم تتجوز واجب عليك قد يكونوا حراماً إنسان عارف كويس قوي كبر في السن وصحته معادتش يعني يستطيع بها أن يمارس العلاقة الخاصة بينه وبنزوجته ولا هو بالأساس مريض ما عندوش الإصادياً يقول له حراماً ما لك تتجوز هتظلم بنات الناس إلا إذا كان في وحدة على شكلته أو تقبل بهذا خديمة لو ده حاجة تانية أو يؤنسه هو تؤنسه ده مولتين لكن إنه يمسكها رغماً عنها ويتجوزها وهي لها عندها طاقة ولها شهوة ولا يأتيها هيبقى بظلمها نقول له حراماً ما لك تتجوز عندنا أيضاً مندوب وعندنا مكروه وعندنا في النص مباح فهو يدور مع هذه الأحكام واللي بنقوله في الأول نقوله في التانية فعشان بس إخواننا الله يبرك لهم اللي دايماً ييجي عند التانية أو التعدل هو ده الأصل هو ده الواجب الجواز الأولي نفسه مش واجب إلا لما يكون الإنسان يخاف على نفسه الوقوع في الزينة أو العنت بالمشقة أما غير ذلك فلا يجب والله أعلم يكون مندوب يبقى سنة يبقى مباح فيدور مع هذه الأحكام إذا يبقى لازم هيحصل نكحتم المؤمنات ثم طلقتم وهنا خلي بالك من ثم دي ثم دي معناها أنه الأمر ما حصلش فوري الشيء طبيعي أنهنا نتجوزنا وبعدين هنطلق فما ينفعش يطلق قبل الزواج ينفع واحد يطلق واحدة واش أصلاً ما يجوزها يطلقها فيه لكلمة الطلاق معنانا بيفكر قيد حل القيد حل القيد النكاح في قيد إحنا بنطلق هذه المرأة من القيد فهي متأيدة على هذا الرجل ما ينفعش تروح لتجوز غيره هو ينفع يتجوز غيرها وعلى اعتبار أنه له له حق في التعادل إنما هي لأ فبيطلقها أو يطلقها بمعنى أنه بيحل القيد القيد اللي اسمه النكاح ده عد النكاح والزواج ده أنا بحلو خلص مع السلامة أنت حرة وعشان كده قال بعدها فسرحوهن يعني مع السلامة ثم طلقتموهن من بعد أن تمسوهن عفوا من قبل أن تمسوهن إيه المساس هنا معناها إيه سلمت عليها مثلا لا قال من قبل أن تمسوهن هنا كناية عن الجماع كناية عن الجماع بس الكرآن بيعبر بأسلوب راقي يلتقي مع الأخلاق ولا يحدش الحياة أولادنا هيكرأه وبناتنا هيكرأه وستاتنا هيكرأه وتعلمه فيبقى الآيات بتستعمل الألفاظ غير الخادشة للحياة فسبحان من هذا كلامه يبقى من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تجامعوهن اللي بنسميها مطلقة قبل الدخول مطلقة قبل الدخول هو في طلاق قبل الدخول اللي آيه الناس كتبوا الكتاب بعد ما كتبوا الكتاب بأسبوع بأتنين بشهر أيا كان ما حصرش لسه زفاف ما حصرش دخول اتخنقوا مع بعض اللي أنت طولك ده سمي طلاق إيه طلاق قبل الدخول يعني هي لسه بكر أو سيب لم يدخل بها هذا الرجل طيب ده ليها أحكام غير دخل بها اللي طبعا طبعا ده ليها أحكام مختلفة تماما أحكام مختلفة في الحكوك المادية وأحكام تتعلق بها ذاتها تتجوز إمتى ما تتجوزش إمتى كلنا عارفين كويس أويني القرآن حدد الإصة دي وسماها بالعدة عشان كده هنا بيقول لي من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها ما ليكش حق تقول له خلي بالك اوعى تتجوزي ده أنت عندك عدة ما فيش خلي بالك ده نقدر أرجعك حتى من غير إذنك أو من غير موافقتك ما عندهاش عدة أصلا ليه لأن الطلاقة حصل قبل الدخول الله نفصل بقى الإصة دي شوي قالولنا الطلاق إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول وأرجو أن أنتبه لده بالذات شبابنا شبابنا اللي بيكتبوا الكتاب يروح متخنئين مع بعض يروح متلقها وييجي بعد كده يروح رايح ما يقولش لابوها وما يقولش لأهلها ويروح هنا عمين الدخل أو خلاص والزفاف والكلام ده كل نقول لي يا ابن انت دخلت غلط انت عملت غلط ده انت كده جوازك فيه مشكلة أنا باشي مش عايز أفجر القصة دي عشان بعض الشباب اللي ممكن بيتابعنا وقد يكون وقع فيه هذا فيبقى عنده مشكلة خلي بالكم الولد أو الشاب اللي يقول للشاب الفتاة انت طالق ولسه ما دخلوش ما يتكسفش وما يخافش ان يروح لأهلها يقول لا أنا طلقت بنتوكو حتى لو هقوله مع السلامة مش عاوزينك ما يقعش في الغلط تب يعملوا ايه ساعتها يكتب كتاب جديد يعمل عقدي من جديد خلي بالكم الشاب الذي يطلق الفتاة أو الرجل الذي يطلق المرأة وان كانت ثيبا ولم يدخل بها نقول له ما ينفعش ترجعها من نفسك ما ينفعش ترجعها من نفسك همال ايه ده انت لازم تكتب من جديد تم القسيمة عند المأزون يا مولانا يبقى تكتب شافوي تروح لأبوها ويجيب اتنين تلاتة كده يا فلانا انا طلقتك ولا يا أبوها انا طلقت بنتك وعازها اتجوزها تاني اتجوزها يا ابني موافقة يا بنتي يلا ويددها مهر جديد ده بنسميها طلاق قبل الدخول مفيش عدة مفيش عدة معناها انه مفيش راجعة الا بعقد ومهر جديدين وموافقتها يعني من حق البنت لو طلقها دي الوقتي وبعد دقيقة واحدة انا رجعتك ده رجوع غلط انت مدخلتش بيا لو دخل بيها ينفع يقول انا رجعتك وبيضربها وبتعوط الله لا انا ما انكنش قصدي ورجعت يمشي لو دخل بيها ما دخلش بيها ما ينفعش يا ولدنا ويا بناتنا المخطوبين واللي مكتوب كتابهم لما خطيبك اللي كتب كتابه لسه ما دخلش بيك يقولك انت طالق تقوله تعالى بقى الاهلي عشان نصلح الوضع ويقعد يشرب معهم بقى الشاي ولا قهوة سادة ولا اي حاجة ايا كان في الموقف ده ويقولهم انا برجع بنتكم انا بتجوز بنتكم كده من جديد وبوها يقول لها انت موافقة يا بنتي ولا الرجل ده اللي طلقك ما نرجعه لكش تاني تقوله لا انا موافقة يدها مهري بقى ان شاء الله 500 جنيه 1000 جنيه ايا كان يسميه كعقد جديد بمهرة وموافقة منها باذنها زيها بالضبط الست اللي اتطلقت بعد الدخول وكانت حامل ووضعت حملها قبله ان يراجعها او كانت غير حامل وسبها لحد ما عدت او خلصت العدة سواء كان بالاكراء 3 حضات او كان بالزمن 3 شهور واحد طلق مراته وسبها ومشي خمس 6 شهور حاضت والشهور عدت التلاتة وخلصت العد يقوله ما ينفعش وما يتقدرش يترجعها الا بعقد ومهر جديدين وموافقتها دي احكام مهمة لابد ان احنا نتعلمها يبقى مرة تانية اؤكد ان المرأة او الفتاه التي طلقت قبل الدخول ليس لها عدة وفورا بيبقى مطلاق باء بينونا صغرى بينونا يعني ايه مينفعش يرجعها الا باذنها وعقده مهر جديدين صغرى ليه لانه ينفع يرجعها من غير ما تتجوز حد تاني لان دي طلقة اولى لسه غير بينونا الكبرى بينونا الكبرى اه بينونا الكبرى ده بقى اللي طلق مرتين وبعد ما طلق المرتين رجعها وكمان طلقها التالت اقولها شكرا مدام طلقت التالت بقى يبقى سراح تسريح باحسان وده اللي قالهن الكرآن في سورة البقرة الطلاق مرتان فامساكم بمعروف ويمسك لسانه بقى وما يطلقش تالت او يبقى الطلقة التالتة تسريح باحسان يبقى مع السلامة بقى ده الطلقة التالتة اده معنى كلمة تسريح باحسان هنا بقى لما يقول لمهقال ثم طلقتمهن رجعتني قولي وسرحهن ليه آه ثم طلقتمهن من قبل ان تمسهن معناها ان سيبها بقى خلاص مش مراتك ما تمسكهاش ما ينفعش تقول لها لا 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 ده انا برجعك وانت لسه مراتي لا ما هيش مراتك ليه لانك طلقت قبل الدخول والآية صريحة في هذا واضحة في هذا يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كلمة تعتدونها يعني ايه يعني تعدوها عليها ما الرجل يعرف مراته طلقت النهارده وهي بتحطسي فبعد ثلاث سهور حامل بيترقب الحامل عشان لو عايز رجعها يرجعها قبل المطادعة بتحيض بيترقب عارف انها بتحيض في نص الشهر في اول الشهر فبيقعد يحسب عشان لو عايز يرجعها خلصة العدة خلاص طب اللي طلق قبل الدخول هي اصلا ملاش عدة اصلا فانتبهوا لدها طب ملهاش عدة ليه حقوق قال لي اه طبعا عشان كده قال بعدها ايه فماتعوهن ماتعوهن هنا اذا كان المهر قد كتب وسمي قال لي انت لك عندي متين الف جنيه مثلا مؤخر ولا مؤدم ولا الكلام ده كل مجموع ما كتب لها تاخد نصه جبنا نصه منين الآية ما بتقولش قال لي هالي سورة البقرة وانطلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو أقرب وللتقوى المهم ان لها النص اذا كلمة فماتعوهن طب ما فيش مهر ما سمناش مهر كتبنا الكتاب وما قلناش مهر يبقى ان متعها بقى ان اديها ما يكافئ نظيراتها بنسميها مهر المثل اذا كلمة فماتعوهن يبقى الاية مرة تانية التوجيه الالهي بيقول اذا تزوجتم المؤمنات يعني نكحتم اي تزوجتم وبعدين طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اي قبل ان تدخلوا عليهن قبل ان تغلقوا الباب قبل ان تركع بينكم علاقة من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة لان المطلقة قبل الدخول ليست لها عدة خلاص مجرد ما تطلقت تقدر تروح تتجوز في نفس الاعداء لو الرجل ألا تطالق وثابت الطلاق فعلا واثبت هذا عند المأذون تقدر وهي قعدة عند المأذون تتجوز حد تاني في نفس الاعداء ما لهاش عدة خلاص وهو ما قداش يرجعها الا باذنه عشان كده قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وايه كمان فمتعوهن بقى ادوهم المسمى اذا كان في عندكم مهر مسمى يبقى نصفه ما فيش يبقى نشوف مهر المثل ونعطيها نصفه او نكرمها وبعدين سريحوهن صراحا جميلة الله الله على القرآن والله على الشريعة الاسلامية سريحوهن معناها اطلقوا الصراح ما همش براتك بقى ما تقيدهاش ما انفعش تقول المطلقة قبل الدخول دي انت لسه مراتي واقدر يرجعك لا يا حبيبي ده خلصت عشان كدقى سريحوهن مع السلامة صراحا جميلة الله صراح جميل يعني تقول لها انا صراح طلقتك بس حقك علي والله ده انا بس عشان ظروفي انا حس ان انا هصدمك لو انا استمرت معاك ده انا يعني ماديا ما عدتش قادر اصلا حاشت عندي مشكلة اصلا اصلا يحاول انه يطيب خطرها ولو كانت تطيبه بمال زائد ليه عشان البنية دي بدل ما تدعاني تدعيله ولما تفتكره ما تقولش زلامني ولما تبقعد ببيت ابوها بعدما كانت بتؤمل في الزواج تبقى نفسيا مرتاحة ما تبقاش متضيئة ما تبقاش تعبانة اده علة المتاع اللي ربنا امر به والتسريح الجميل الذي ليس فيه عتاب وليس فيه ذكر معايب مايقابلو الصاحب رضا الله اطهل ايه اصلي فيها وفيها وفيه لا لا اذا ما فيش نصيب اصلا اللي مرتحتش اصلا انا حسيت اني محتاجة حد احسن مني كلمتين طيبين اذا الصراح الجميل مش العكس وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله